طيب نروح لي جزئية تانية تحد الكنوي والكياك أصدر بيان رسمي حول وقاعد غرق اللاعب محمد عمر لاعب نادي الكهرباء الرياضي رحمة الله عليه هرارك البيان وقف عند جزئية أخيرة قالك بشأن الإجراءات المتخزة في ضوء واقع غرق اللاعب محمد عمر في ضوء التوجيه الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن ملاجعة كافة الإجراءات والطوابط الخاصة بالأمن والسلامة المتضمنة بالأكواد الصحية الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بواقع غرق اللاعب محمد عمر خلال تدريباته بالأمس فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكنوي والكياك اتخاذ الإجراءات التالية لحين انتهاء كافة التحقيقات الخاصة بضوابط الأمن والسلامة قالك إيه بقى؟ أولاً إقاف العمل بالمرسى النهري المستخدم من قبل نادي الكهرباء ماشي ثانياً إقاف نشاط الكنوي والكياك بنادي الكهرباء ماشي إقاف المدرب ومساعده عن العمل ماشي أقف معايا هنا بقى عشان دي أنا مش هسيبها قالك إيه؟ قالك رابعاً تشكيل لجنة فنية للتفتيش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم بص رابعاً دي تاني عشان دي مهمة أوي قالك تشكيل لجنة فنية هنعمل لجنة ليه يا حبيبي؟ قالك عشان نفتش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم قطر خيرك إنه مش بكر قطر خيرك إجراءات صارمة جد يعني حضرتك هتفتش على إجراءات السلامة والأمن بعد ما واحد غرق بعد ما واحد توفاه الله فأنت قررت شانت راجل صارم كالتحاد يعني صارم جداً قلت لا أنا خلاص بقى أدام في واحد توفى أدام في واحد غرق فإحنا لازم نعمل لجنة عشان نفتش أنا نفس أعرف هي العقلية دي إزاي ليه بنستنى الناس تقع وبعد كده نقول تعال بقى نشوف نعمل لجنة يا سلام ما تفتش يا سيدي ما الإجراءات دي بكواد وأنت عارفها وحافظها روح على الأندية كل فترة كل شهر كل يوم كل سنة كل ست شهور اعمل لتعمله بس فتش على ده واحد غرق قال لك هنعمل لجنة بقى ونعمل لجنة وهتبدأ عملها بالنيوب مش بكرة عشان إحنا ملتزمين وصارمين جدا حاجات تجنن هجماعة أروح الناس مش بالسهولة دي كده مش بالسهولة دي لجنة للتفتيش على إجراءات السلامة الجننت أنا بقى من البند الرابع ده اللي فت ده كله ماشي يمشي معانا إجراءات سليمة وكل حاجة الرابع ده اللي تقعد تسأل هو أنت كاتبع عشان يدينك ولا كاتبع عشان تقول أن أنا عملت إجراءات كويسة البند ده يدينك أن أنت لسه فاكر تعمل لجنة عشان تفتش يبقى بيدينك أنت كرئيس الاتحاد أنت كالتحاب الكامل بكامل أعضاؤه يدينكم ترجمة نانسي قنقر